دي بقى الشغل بتاع وزارة الآفار اللي أعلنت عنه في الاكتشافات في مكان الدفن اللي مش بعيد عن الهرم بتاع اللهون ذات نفسه فتتكلم على الهرم اللهون 48 متر ارتفاع عشر ستة يعني انت 50 متر إلا لو تحب يعني فشوف الأقنعة ومنها أقنعة جنائزية منها تمثيل في صورة هتلاقوها لبوكسز غنن لصندوق صغير خشبي كده وهتلاقو فيه تمثيل صغنونة زي الصوابع البناء الدمين كانوا يسموها المصخيط احنا أحب نسميها الأوشابتي ودي لما تيجو صورتها هشرح لك ايه هو الأوشابتي جاية الكلمة ذات نفسها الكلمة دي موجودة بالانجليزي وبالعربي وبكل اللغات والكلمة دي شوف فكرة النعل فكرة النعل احنا نسميها دلوقتي خد بالك فعل انتعل يعني لما تيجي تلبس النعل بتاعك في مصر القديمة ثيبي ففي ناس طريفة تقولك لو انت انتعلت نعلين لو انت لبست نعلين هتبقى ثيبي ثيبي فهي فكرة شب شبي يعني لايه علاقة برضو وده اقتراح اه يعني ده اقتراح طريف من الاقتراحات اما بالنسبة للأوشابتي والتمثيل اللي اكتشفت مع المجموعة اللي معروضة دي فدي جاية من أوشب ايه ايه انا أوشب اجيب المجيبون على ايه اه اشكرك المتوفى عندما يدخل في رحلته في الحياة الاخرى هيعدي على مراحل منها ان انت هتقعد تشتغل هيطلب منك اعمال شيل التراب ده من هنا حطه هنا ازرع الارض بتاعتك اروي الارض بتاعتك انثر البزور طيب انت عايز مساعدة فالتمثيل الصغيرة دي عليها اسمك عليها اسم المتوفى وعليها كلمات الكلمات دي هتحول التمثيل الصغيرة دي الى مجيبون لو تسمحوا ساعدوني في ان انا شيلوا التراب ده من هنا الهنا حاضر سوف انا اجيب فكل ما هتحط اوشابتيس كتيرة عندك في المقبرة كل ما مساعدتك هتبقى اسهل وحياتك في الحياة الاخرى هتبقى اسهل اشهر اوشابتي من وجهة نظري انا شوف صغيرين وتلاقيهم بالعشرات والالاف اكتر اثر هتشوفوا في اي اكتشاف في مصر هي الاوشابتيس